كيف أكتشف الوجه الحقيقي قبل الزواج؟ طبعاً هذا اللقاء يعني خاص المقبلين على الزواج وخاصة في مرحلة الخطبة أنا أمامي الآن تقريباً 14 سؤال نحاول نجاوب عليها في لقائنا المباشر اليوم السؤال الأول وقت الزعل أكتشف الوجه الثاني لزوجي هل هذا صحيح؟ السؤال الثاني هل الرجل عنده قدرة على التمثيل أكثر من المرأة؟ السؤال الثالث أعتقد مستحيل أن نكتشف الوجه الحقيقي قبل الزواج إلا بعد سنة من الزواج السؤال الرابع كم مدة الخطوبة الصحيحة وكيف أعرف أنه بخيل أو كريم؟ السؤال الخامس كيف نعرف إدمان المخدرات؟ لأنه فحص الزواج لا يكشف إدمان الحشيشة أو المخدرات السؤال السادس كيف أعرف إذا عنده سلوك شاد قبل الزواج السؤال السابع كيف أعرف إذا بيننا توافق؟ إحنا نصلح لبعض أو لا؟ السؤال الثامن خطيبي يشك فيني ويسأل كثير وما شاف مني إلا الخير فهل أستمر معاه إلا لا؟ السؤال التاسع ليش أحرص أني أكشف الوجه الحقيقي إذا أنا مرتاحة معاه بالوجه الموجود؟ والله وجهة نظر يعني لطيفة السؤال العاشر ما هي أسئلة التعارف في وقت الخطبة؟ السؤال الهدعش كيف أعرف أفكاره ومعتقداته وإذا هو منفتح أو لا؟ السؤال الهدعش سؤال الهدعش هل ممكن أعرف أنه سيتزوج علي في المستقبل أم لا؟ السؤال قبل الأخير هل الزواج من مطلق بدون أطفال أفضل أم من أرمل عنده طفلين؟ السؤال الأخير هل زواج الأعزب من مطلقة وعندها طفل ينجح أم لا؟ نحن أمام الآن أربعة عشر سؤال ولقاءنا اليوم مثل ما قلت لكم عنوانا كيف أكتشف الوجه الحقيقي قبل الزواج؟ نجاوب على الأسئلة بإذن الله سؤال الأول وقت الزعل أكتشف الوجه الثاني هل هو صحيح أم لا؟ هو بالمناسبة الإنسان يعني عنده ثلاثة شخصيات هي الشخصية الأولى خنسميها اللي هي اللي يشوفون هالناس اللي هو سلام كيف حالك شخبارك يشوفونه مبتسمين لابسين لبس مرتب علاقتنا مع الناس علاقة طيبة خلينا نسميها هذه الشخصية رقم واحد اللي هي نسميها شخصية الناس فيه الشخصية رقم اثنين اللي هي شخصية المقربين يعني أنا في عندي جزء من شخصيتي ما أحد يعرفها إلا أخواني خواتي أمي أبوي عيالي زوجتي يعني المقربين هني المقربين طبعا يعرفون نسبة السلبيات أكثر وكاشفين الإيجابيات الشخصية رقم واحد شخصية الناس يعني 90% هم يشوفون الإيجابيات 10% ممكن يكتشفون السلبيات خنقول الشخصية الثانية شخصية المقربين 50% يكتشفون الإيجابيات 50% السلبيات الآن نيل الشخصية الثالثة الشخصية الثالثة هي الشخصية اللي يكون الإنسان بروحه ما في أحد معاه ولا يعرف حقيقة هذا الإنسان إلا رب العالمين ولذلك في بعض السلبيات ما أحد يعرفها إلا الإنسان ورب العالمين طبعا الزواج واحدة من إيجابياته أنه يكشف الشخصية الثالثة يعني أنا أستطيع في فترة الخطوبة أن أصل للشخصية الأولى اللي هي شخصية الناس وأصل للشخصية الثانية شخصية المقربين لكن صعب 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 جدا أن أصل للشخصية الثالثة اللي هي شخصية الإنسان مع ربه لما يكونون بروحه طبعا قد يكون يعمل الطاعات يمكن يقرأ قرآن ما حد يدري عنه يمكن يصوم ما حد يدري عنه يمكن يصلي قيام ليل ما حد يدري عنه أو يمكن هو شاذ جنسيا ما حد يدري عنه ممكن يتعاطى المخدرات ما حد يدري عنه ممكن يشوف أفلام إباحية ما حد يدري عنه إلا رب العالمين إذن هذه الشخصية الثالثة أحيانا من الصعب أن نحن نوصل لها ولذلك مهما جمعنا من معلومات في فترة الخطوبة إحنا نستطيع أن نجمع بنسبة 80% يبقى في 20% طبعا هذه تكتشف بعد الزواج فهذا بس تعليقي على السؤال الأول هل وقت الزعل اكتشف الوجه الثاني أم لا الجواب نعم طبعا أكيد وقت الأزمات وقت المصائب وقت الابتلاءات وقت الخسارة وقت الديون وقت المرض هنا تطلع حقيقة الإنسان اللي هي الشخصية الثانية اللي تكلمنا عنها السؤال الثاني هل الرجل عنده قدرة على التمثيل أكثر من المرأة؟ خليني أقول لكم شيء قضية التمثيل يمثل لا التمثيل مهارة وقت المهارة مثل ما الرجل عنده قدرة على التمثيل كذلك المرأة عندها قدرة على التمثيل إذن السؤال لما يقول لي هل الرجل عنده قدرة على التمثيل أكثر من المرأة؟ الجواب ليس بالضرورة من يمتلك المهارة يكون عنده قدرة على التمثيل يعني يعطيكم مثال مثال من واحد من الشباب يعني يقول لي ذاك اليوم كان عندي في المكتب فكنت أقول له أنه أنت يعني عندك قدرة أنك تلعب على البنت وتلعب بعقلها وتقنعها أنك أنت صادق بينما أنت كاذب وهو فعلا عندها المهارة فقلت له أنت كيف كسبت هالمهارة؟ قال أقول لك شيء أنا أول مرة أتعرف على البنت صراحة ما كنت أعرف ثاني مرة ما كنت أعرف ثالث مرة بديت أقع في أخطاء مع البنات بديت أتعلم رابع مرة خامس مرة بديت أفهم فملكت المهارة عرفت البنت كيف تفكر وعرفت كيف أقدر أكسب قلبها وعرفت كيف أقدر أخدعها بينما هي تظن أني أنا صادق بينما أنا كاذب فإذن هو من عدة تجارب كسب المهارات فإذن مرة ثانية موضوع التمثيل هي عبارة عن مهارة قد تكون عند الرجل أقوى من المرأة وقد تكون عند المرأة أقوى من الرجل فأحنا ما نقدر نغلب جانب على الآخر السؤال الثالث أعتقد مستحيل أن نكتشف الوجه الحقيقي قبل الزواج إلا بعد سنة يعني شوفوا المسألة هذه مرة ثانية أنا قلت لكم في مقدمة لقاءنا اليوم أنه ممكن نعرف 80% من المعلومات لكن في معلومات لو قدرنا نوصلها حق أهل الخبرة وأهل التجربة ممكن يساعدوننا يعني مثال ممكن بنت جمعت معلومات عن شاب والمعلومات طيبة وجيدة لكن لما تجمع معلومات من هم أصدقاء ومن يجالس ونعرف اللي حوالينا ما هي صفاتهم خلنا افترض خلنا افترض أنه صفات الأربعة اللي يقعد معاهم ويسهر معاهم خلنا افترض واحد منهم يعني يتعطون مخدرات أو حشيشة خلنا افترض طيب الحين أنا ما عندي معلومات عن هذا الشاب لك أنا أعرف أنه يقعد مع أربعة شباب يتعطون حشيشة أو مخدر واحد منهم مثلا مسك في قضية ومن شهرة في المجتمع مثلا يعني لكن هذا الشاب اللي تقدم للخطبة أنا ما عندي معلومات عنه كون أنا ياتني هالمعلومة أنه يقعد مع أربعة شباب الأربعة سمعتهم وسيرتهم غير طيبة هذا يعطيني مؤشر 70% 80% أنه هذا الشاب هو مثلهم وإن كان أنا ما عندي دليل لكن أنا أقدر أشم الريحة سؤال هل ممكن الريحة هذه تكون غلط؟ الجواب ممكن ممكن هل ممكن هذا الشاب هذو الأصدقاء وما يتأثر فيهم ولا يتعاطى مخدرات؟ مثلا الجواب ممكن ممكن لكن نسبة هالإمكانية 10% 20% بينما 80% المرء على دين خليله 80% الصاحب ساحب 80% كله إناء بما فيه ينضحه 80% بينما 20% اللي يعني ممكن يكون هذا الولد نظيف وبالتالي هنا إحنا عندنا توجس شوية في مثل هذه المسائل هذه قضية لابد الواحد يكون يعني دقيق ويحتاط فيها ولذلك المسألة المهمة أنه أنا مو بس أجمع معلومات عن الولد أو عن البنت مهم جدا أني أجمع معلومات عن الأم والأبو وهذه نقطة مهمة لأنه التربية اللي هو تربى فيها والبيئة اللي تربى فيها تعتبر إنعكاس له 50% على شخصية الشاب أو الفتاة وال50% الثانية عن البيئة اللي تربى فيها والمدارس اللي درس فيها والأصدقاء اللي هو تربى معهم من يوم كان صغير إلى أن كبر سؤال الرابع كم مدة الخطوبة الصحيحة وكيف أعرف إذا كان بخيل أو كريم يعني طبعا تعرفون أنت العائلات والقبائل يعني خاصة في المنطقة عندنا في الخليج أنواع يعني في عائلات أصلا ما تقبل الخطوبة ما تقبل يعني يا دوب يا دوب فيها شوفة شرعية أو رؤية عشر دقائق كتبون الكتاب ويصير الخير بعد الكتاب كتب يتطلق طلق أكو عائلات عايشة لليوم بهذه العادات والتقاليد حتى واحدة من الطرائف يعني تقول لي ذاك اليوم أبو يكلمني وقال لي في واحد ياي يخطبت تعالي دخلي عندنا أنتي في المجلس الرجال وقدمي العصير يعني عن النظام القديم يعني وقدمي العصير علشان الخاطب يشوفك قالت لي طيب طبعا البنت يعني حياوية ومتربية تقول لي فتقول لما أنا دخلت المجلس بدال ما أسلم على الخاطب سلمت على أخوي فتقول من كثر ما أنا يعني كنت ماكلني الحية فماني قادرة فإذا مرة ثانية أحيانا إحنا نتصرف في وقت الخطوبة تصرف يعني ما يكون مدروس أو يكون لا إرادي ولذلك يعني واحدة من القصص مرة واحد يبي خطب حق صديقة إختها فقال له تعال شوف إختي ترى جيدة وجميلة وحكيمة وعاقلة تدريش بسوي أنا أنا باشتري كرتون هو شرك كرتون مشروبات غازية بيبسي ودخل بالسيارة بالقراج مع البيت وصاحبة معاه صديقة قال له انت خلك بالسيارة أنا بنادي إختي علشان تساعدني تشيل كرتون البيبسي يعني وإختي لما تطلع تشيل كرتون البيبسي وتدخل شوفها انت إذا عجبتك قل لي علشان نمشي بإجراءات الخطبة قال له طيب المهم قوم هذا الولد نادى إختها قال له يا أفلانة تعالي ساعديني يشيلي الأغراض يات البنت طبعا هذا الولد قاعد يشوف قاعد في السيارة وقاعد يشوف البنت تمشي راحت ورا السيارة وشالت كرتون البيبسي وين الطرافة في الموضوع إنه هذه البنت لما جالت الكرتون قامت تركب وتطلع أصوات إنها كأنها هي طيارة طايرة في السماء وقامت تطلع أصوات طيران وتتخيل إنها هي طايرة وشايلة طايرة شحن وشايلة الكرتون البيبسي طبعا هذا لما شاف الموقف هذا طبعا كان يحب هذا الشاب يحب البنت الطفولية وإعجب بالفتاة على هذا الموقف ولذلك يعني ليش أنا أقول لكم كل خاطب له نقاط ضعف يعني يمكن لو خاطب ثاني يشوفها شيقوش علامها هذه والله خفيفة لا والله ما نبيها أنا بيوحدة تكلم معها عقلة ثقيلة ما بيوحدة طايرة تخيل نفسها طيارة وهي ما شيء باتش تتخيل معي أنا لما تزوجها لكن هذا الشاب تزوجها فاشاهد من هذا كله لشا أنا أقول لكم أنه وقت الخطوبة الناس أصناف وأجناس وكل واحد له أشياء هو يحبها أنا عندي قاعدة عامة الأصل في الخطبة في الشريعة الإسلامية التعارف هذا الأصل فالأصل أن يكون فيه تعارف يكون فيه حوار يكون فيه نظر هذا الأصل يبقى عاددة في عائلة ولا قبيلة عاداتها وتقاليدها ما تسمح هذا استثناء لكن الصح أن يصير تعارف ويصير نظر هذا واحد اثنين الأمر الآخر أنا أفضل يكون فيه لقاء أول وإذا بعد ما اتخذوا قرار ما فيه مانع يصير لقاء ثاني حسوا مترددين ما فيه مانع يصير لقاء ثالث حتى يطمئنون لأنه لابد أنهم يدخلون إلى عالم الزواج وهما مستقرين مرتاحين مو يدخلون إلى عالم الزواج وهما مترددين ومعارفين والله هذا الزواج ناسبهم ولا لا المفروض الخطوبة ما تطول أكثر من تسعين يوم يعني ثلاث تشهر أنا بالنسبة لي مناسب طبعا أحيانا عادة حسب عادات البلد وتقاليدها أحيانا أسبوع أحيانا عشرة أيام أحيانا شهر حسب العادات كيف أعرف أنه بخيل ولا كريم يعني قبل الزواج ممكن تعرفون أنه بخيل ولا كريم من جمع المعلومات من جمع المعلومات أما غير شذي يعني شوية صعب يعني هذه من الطرائف اللي تنقال أنه خاطب مرة عزم مخطوبة على مطعم فشان يقول لها قبل لا يخطب قال لها حين أنا معاش نحب بعض معدل قالت لها عدل قال لها وإحنا راح نتزوج إن شاء الله معدل قال لها عدل قال لها عيل تدريين شلون طالما أنا معادش نحب بعض وبنت زوج يعني معناته إحنا اثنين اثنين شخص واحد طبعا هي فهمت اللغة وعرفت أنه بخيل قالت لها صحيح إحنا شخص واحد في الحب لكن لما تطلب العشة تطلب لشخصين فالشاهد من هذا كله يعني طبعا هذه كلها طرائف تقال أنه شوان واحد يكتشف البخيل شوان يكتشف فأحيانا المواقف هذه يقدر الواحد يكتشف فيها لكن وقت الخطبة طبعا صعب أن تطلع الواحدة مع أخاط بروحين يتعشون وبروحهم يعني هذه فيها علامة استفهام بس هذه من باب الطرائف أنا قاعد أقولها وشوان نقدر نكتشف لو تقدرين تخلين أخوتش مثلا يطلع معاه يعزمه على عشاء تشوفون شلون كرم كريم ولا بخيل يجمع معلومات في علاقته مع أهله مع أصدقاءه كريم ولا بخيل شوان لما يسافر مع أصحابه ولا أهله كريم ولا بخيل يعني هذه كلها معلومات ممكن أن تجمع السؤال السادس كيف أعرف إذا عنده سلوك شاذ ولا لا هو شوفه وإحنا أنا تعرفت لهذه المسألة يعني من شوي قضية المخدرات الحشيشة الشذوذ الجنسي مثلا الأفلام الإباحية يعني هذا الرباعي هذا الرباعي خطر على الحالتين أنا عرضت عليه قضايا كثير سواء كانوا بنات ولا شباب يعني أنا عرضت عليه كثير من القضايا بنات عندهم شذوذ جنسي وبنات يشوفون أفلام إباحية وبنات يتعاطون مخدرات وبنات يتعاطون حشيشة وبعد الزواج الشاب تورط فيهم يعني اكتشف أن زوجته تشوف أفلام إباحية بعد الزواج يعني مثل ما هذا الموضوع موجود في عالم الرجال موجود كذلك في عالم البنات فإحنا لا لكن أنا حسب حسب ما ييني من قضايا وحسب المشاكل اللي أنا قاعد أعيشها أنا قاعد أشوفها في عالم الرجال هي أكثر من عالم البنات لكن هي موجودة في الأثنين الآن السؤال كيف نكتشف هذا عنده سلوك شاذ طبعا المسألة ترى صعبة مسألة ما هي سهلة لكن اليوم السوشيل ميديا يساعدنا في هذا الجانب يعني لو أنا مساويت له فولو مثلا أو أعرف شو الحسابات اللي هو مساوي لها فولو سواء بالفيسبوك بالإنستجرام بالسناب شات بالتويتر في حسابات للشاذين جنسيا وبالتالي أنا أشوفه والله هو قاعد يتابعهم ولا لأ إذا يتابعهم أنا ما قدر أقول عنه هو شاذ بس على الأقل بديت أشم ريحة أنه يحب هالأشكال هنا يعاد أنا أتخذ قرار أستمر بالزواج ولا لأ موضوع المخدرات والحشيشة طبعا شوية صعب لأنه يعني الواحد ما يسوي فولو حق مخدرات وحشيشة بس غالبا تكون في قعدات الشباب أو قعدات البنات لما يشيشون أو يدخنون أو يتعاطون يعني صعب اكتشافها طبعا أحيانا في بعض فحوصات الدم اللي تصير ممكن تطلع النتائج لكن الفحص ما القبل الزواج ما يطلع النتيجة في هذه المسألة فمرة ثانية أنا أعتقد الآن مع كثرة انتشار قضية الشذوذ الجنسي مع كثرة انتشار الآن قضية المخدرات يفترض أن الحكومات والوزارات والمراكز تتبنى هذا الفحص وهذه ترى النقطة مهمة جدا يعني عندي قضايا كثيرة قاعد تنتهي بالطلاق بسبب أن اكتشاف يعني أنا من يومين ثلاث واحدة من البنات عندي في المكتب تقول لي شهر العسل شهر العسل تقول مسافرة معا ثلاث أسابيع ما لمسني وليسار الليل ينزل تحت ما دري وين يروح تقول احنا بالفندق ينزل تحت ما دري وين يروح ثلاث أسابيع وأنا ساكتة تقول أنا يعني ما عندي خبرة وأستحي أكلم أمي ولا أبوي ولا أحد فأنا ساكتة تقول الحين بعد ستة شهر من الزواج ذاك اليوم نسة تلفونة مفتوح فشفت أنا ولا مسوي فلوحك شباب تقول واجهت أنا قلت تعالى أقول لك تقول شان يتكلم قال لها سمعي أقول لك من أولها لأ آخرها أنا ما عندي رغبة بالبنات أنا عندي رغبة بالصبيان هي طبعا انصدمت مسكينة ومرة تسمعها الكلام ويايا ذاك اليوم تستشير تقولها شا سوي هاتهني أكتشف الآن شفتوا القصة هالي قاعد أقولها لكم أنا في مكتبي ما يمر علي أسبوع إلا وتعرض علي على الأقل قصة واحدة من هالقصص الرجال شاذين جنسيا طبعا مخدرات وحشيش أنا عندي قصص كثيرة بنات وشباب بس أنا أتكلم عن قضية الشذوذ واحد اثنين عندي قضية ثانية هم بادية من ثلاث سنوات تنتشر موضوع الإلحاد يعني تكون البنت أحيانا حريصة أنه الشاب تاخذ من بيئة متدينة محافظة أبوه مصلي أمه مصلية وحريصة على هذا بعد الزواج تكتشف أنه الولد ملحد عندي أنا الأسبوع الماضي شاب تزوج ومحجبة وهو متدين محترام حافظ على الصلاة ويقول أنا حرصت أني أخذ بنت من بيئة متدينة محافظة اكتشفت أن البنت ملحدة يقول حتى أنا بعد أول أسبوع من الزواج قلت له تعالي وهذا الإحجاب أنت حط حجاب على راسك ليش حط الإحجاب أنت ما تؤمنين الله موجود أنت شون حط الإحجاب قالت لا ما أقدر أنا أبوي متدين وأمي متدينة أنا أقدر أن أحط حجاب أنا لازم أحط حجاب يقول انصدمت يعني أنا أقول اليوم يعني أنا ما بيأخوف لكن أنا دوري تشخيص توعية لست بالخب ولا الخب يخدعني حثيفة من اليمان رضي الله عنه يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله أنا عن الشر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر يقع فيه فحلو أن بناتنا وشبابنا يصير عندهم معي قبل الزواج وأنهم يجمعون معلومات بطريقة صحيحة حتى لما يتزوجون يتزوجون وهما حقيقة يعني عندهم الإمكانية والقدرة لنجاح هذا الزواج سؤالي بعد خطيبي يشك فيني ويسأل كثير وما شاف مني إلا الخير والله يشوفي هالمسألة خطرة شوية خطرة من جانبين الجانب الأول الشك عندي نوعين فيه شك مرضي وفيه شك عادي إذا كان هذا الشك شك مرضي هذه مصيفة هذا أما يتعالج عند أخصائي نفسي أو تقولي له باي باي مع السلامة أشوف غيرك أتزوجه هذا إذا كان شك مرضي إذا كان شك طبيعي مو مرضي هذه فيها حالتين الحالة الأولى قد يكون عنده ماضي وعنده علاقات مع بنات وبالتالي مقادر يطلع من هالجو فلما تعرف عليك وخطبك وهو حاط فيه ذهنه أنه انتي مثل البنات اللي يعرفهم وهذه شوي فيها إشكالية يحتاج إلى وقت حتى يطلع من هالصورة أو الجانب الثاني يكون سامع قصص أو قاري كتب أو قاري روايات أو مسلسلات أو غيرها بقع يطبق عليك المسألتين هذو الألف وباء تحتاج إلى وقت حتى تنتهي بس حتى يكتشف أنه أنت صادقة وأنه أنت والله ما عندش علاقات أو أنت فعلا مثل ما هو يعني يتوقع هذا بس جواب سريع على موضوع الشك السؤال اللي بعدها ليش أحرص أكشف الوجه الحقيقي إذا أنا مرتاحة معه والله هذا سؤال ذكي صراحة والبنت هذه ماذا بنت ولا شاب المهم اللي سألها السؤال ذكي وإذا أنتوا عندكم هالقدرة صراحة أنتوا ممتازين أنا هذا أدعو له ليش لأني أنا أقول في وجه حقيقي وفي وجه خفي تمام الوجه الحقيقي اللي يحب الإنسان يتعامل مع الناس فيه أو المقربين الوجه الخفي إن يكون هو أخفاه معناته هو عارف نفسه أنه غلطان أياً كان السلوك حتى لو تدخيم يروح يقعد بروحة يدخن أنا أحترم هذا الرجل ليش أحترمه؟ لأنه عارف أنه هذا غلط وقاعد يسوي هالغلطة وبروحة ما يبي أحد يشوفها أنا صراحة أحترمه حتى لو كان يعني مسألة كبيرة بالأربعة اللي قلناهم يعني مثل مخدرات وغيرها كونه يقعد بروحة أنا أحترم هذا الإنسان حتى لو يرتكب الغلط ليش؟ أولاً هذا الدليل على أنه عارف أنه غلط عشان شذي هم ابتعدوا قاعدوا بروحة وقاعد يسوي الشغلة بالسر لأنه حتى لا ينكشف في قضية تدخين في حشيشة في يعني أياً كان الأمر الثاني أنه هذا الإنسان طالما قاعد يسوي الشغلة في الخفاء معناته أكيد في يوم من الأيام راح يبطل وإلا يجاهر في المعصي أنا أتكلم عن المعاصي طبعاً أنا أتكلم عن المعاصي يعني لا تقيسون كلامي على الزواج السري أو الزواج العرفي هاي مسألة ثانية تحبون بعدين راح نخصص لها لقاء مباشر فإذن هذه نقطة مهمة بالنسبة لي فالأخت أو الأخ ما دري يقول ليش أحرص أكشف الوجه الحقيقي أنا بدأ مرتاحة معاه والوجه اللي قاعد أشوفه وجه مريح وأنا مستانسة وأنا سعيدة ولا عندي مشكلة خلاص ليش أروح أفتح على نفسي أبواب أعيش في نكد وأعيش في مشاكل والقضية بينه وبال رب العالمين إذا هم سوي غلط رب العالمين بحاسبة كيف وهذا حقيقة منطق وهذه مدرسة أنا أشجعها في العلاقات السؤال اللي بعد ما هي الأسئلة للتعارف طبعا اليوم مرة ثانية قلت لكم احنا نتكلم عن كيف أكتشف الوجه الحقيقي قبل الزواج أسئلة التعارف إذا تدخلون على موقعي دكتور جاسم دات كم أنا كاتب مقال ومسجل فيديوهات في الأسئلة العشرة للتعارف أهم عشر أسئلة لما يصير لقاء الخطوبة في عشر أسئلة مهمة جدا وأنا شارح ليش هذه العشر أسئلة مهمة في لقاءة التعارف وهذه عشر أسئلة ممكن تساعدنا في اتخاذ القرار السؤال رغمه داعش كيف أعرف أفكاره ومعتقداته وإذا هو منفتح أو لا شوفوا احنا في عندنا ثلاثة أمور في وقت الخطبة عندنا البصر وعندنا العقل وعندنا القلب يعني أنا كيف أحكم على هالبنت ناسبني ولا لا لازم بصري يشوفها عقلي يحكم عليها قلبي يميل لها إذا هالثلاثة اشتغلوا صح معناته أنه أنا راح أتزوج هالبنت هذه نقطة مهمة البصر يحكم على الشكل والشكل إذا تحبون بعدين ندخل بتفاصيلها طيب فالعين تقول لي هذا الستايلي ناسبك ولا لا هذا الموديل أنت تحبه ولا لا هاللون هالطول هالشكل ها يعني هذه حقيقة نقطة مهمة في الزواج النقطة الثانية اللي هو العقل العقل اللي هو الحوار يعني الإخت تقول كيف أعرف أفكاره ومعتقداته طيب أفكاره ومعتقداته من خلال الحوار إذا أنت شاطر بالسؤال تقدرين توصلي للمعلومة الصح ابن عباس رضي الله عنه سئل من أين لك هذا العلم قال ركزوا معاي ركزوا قال بلسان سؤول لسان يسأل صح وقلب عقول يعني عندي قوة حافظة إلسان يسأل صح وعندي قوة حافظة أحفظ المعلومة عشان شذي صرت أنا يعني صار علمي غزير وكبير فالسؤال هو نصف العلم السؤال نصف العلم إذا أنت تسألون صح الزواج يكون صح إذا تسألون غلط الزواج يصير غلط ولذلك مهارة السؤال مهم أنكم تتعلمونها لاستعرفون شو تسألون صح لأن اللي يسأل صح ماناتي يعرف شو يطلع المعلومة الصح السؤال اللي بعدها هل ممكن أعرف أنه سيتزوج علي في المستقبل لا صعبة صعبة يعني الآن اللي خطبك عمره 25 أنت عمرك 21 طبعين تعرفين رح يتزوج عليك واحدة ثانية في المستقبل لا صعب أنا عندي سؤال اليوم بس ما مداني أكتبه من زوجها تقول لي زوجي هي مخطوبة تقول اللي خطبني منزوج ثنتين وأنا الثالثة فهو قاعد يخطبني وأنا الثالثة فتقول أنا ما عندي مانع أنا موافقة أني أكون الثالثة وموافقة أني أتزوج زوج متزوج ثنتين بس أنا عندي مشكلة هي كاتبتلي بالسؤال شنو مشكلتها للاخت هذه ما بييتزوج رابعة فكيف أعرف هي تسأل كيف أعرف وأضمن أنه ما يتزوج رابعة ومتزوج ثنتين قبلك وأنتي الثالثة وتبين ميتزوج رابعة عايشي مثل ألف ليلة وليلة كل يوم بالليلة قولي إله قصة وخلي عيش ألف يوم وكذلك ما يتزوج رابعة ما في ضمان يعني شو أن يعرف بالله أنه ما يتزوج رابع شو أن؟ من الطرائف مرة واحد كان زاير مدرسة مجانين عنابر مات المجانين مساجين فشاف مجنون قاعد يضرب راسه بالجدار فقال حق للطبيب قال لهذا شفي المجنون ليش يضرب راسه بالجدار قال لهذا كان يحب وحده بنت وما قدر يتزوجها فصار مجنون فالحب يخلي الواحد مجنون فصار مجنون يا ابو ملجأ المجانين ومدرسة المجانين قال له ها طيب خير المهم راح العنبر الثاني واللي يشوف واحد مجنون تكرموه ماسك الانعال وقاعد يضرب راسه بالانعال لشان يقول هذا خلنا حق الطبيب قال لهذا شعلامة المجنون هذا ليش يطيق راسه بالانعال قال لهذا تزوج البنت اللي هذاك المجنون يحبها الشاهد من هذا كله أنه قضية العلاقات ما فيها ضمانات ما ندري أجد الراني عنها أهم شيء تكون العلاقة صادقة هو علاقة فيها إخلاص ولذلك شوف الواحد لما يحرص على بالنسبة لعالم البنات على ذات الدين تربت يدك صح الجمال مهم صح المال مهم صح النسب مهم بس فظفر بذات الدين تربت يدك الفوز في الفتاة المتدينة اللي تخاف الله وفي عالم الشباب حريصين على من أنتم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يعني أنتم لازم تسير محريصين على الدين والخلق قضية الدين قضية أساسية ولذلك أي زواج من غير دين معرض للفشل ليش؟ لأنه الشخص اللي خاف الله حتى إذا ما حب الطرف الثاني ما يظلمها وترى هذه النقطة حساسة جدا هذه ما حد يفهمها إلا اللي صار له ثلاثين سنة متزوج أربعين سنة متزوج خمسين سنة متزوج يفهم هالكلام اللي توهم متحمسين اللي توهم صار لهم سنة سنتين متزوجين ما يستوعبون الكلام اللي أنا قاعد أقولها الآن يعني داك اليوم وحدة من البنات صار لها سبع سنين متزوجها وعندها مشاكل مع زوجها مشاكل مشاكل صابرة ومشاكل وصابرة ومشاكل مهم راحت تشتكي حق أبوها هذه قصة واقعية أبوها عمر 82 سنة قالت له يبقى أنا بطلب الطلاق قال لها ليش يا بنتي قالت له رايلي والله ما ينعاش معها مشاكل قال لها زين انت حين كل يوم عندك مشاكل ولا عندك يوم مشاكل ويوم انت سعيدة قالت له لا يعني مو كل يوم مشاكل بس يعني يوم ويوم بس عندي مشاكل وايد صراحة كثيرة لكن مرة مشاكل ثلاثة ربعة أيام مشاكل يومين أنا جيدة يومين مشاكل يومين أنا جيدة قال لها يا بنتي أنا عمر 82 سنة أنا صار لي متزوج أمت 60 سنة أنا أعتقد المشاكل اللي أنا مريت عليها مع أمت أكثر من المشاكل اللي أنت قاعد تمرين فيها مع زوجت وهو الحياة يعني أنت حين إذا ما عجبتش هالزوج واتطلقتي منه وتزوجتي واحد ثاني يعني الثاني هذا بالله ما عندها مشاكل أكيد عندها مشاكل وهذه الحياة وإنت عايشة حياة أحلام ولا حياة الدنيا اللي أنا معاك نعرفها وهذه الحياة فيها الحلو وفيها المر إني أنا الحلو استانسنا وإني أنا المر صبرنا ولا شو أن الواحد يعيش في الدنيا هذه أنا الحين لو نكشف كل البيوت اللي في العالم اللي متزوجة كلهم عندهم مشاكل كلهم ولو درست بيوت الأنبياء كلهم عندهم مشاكل بس أكو مع المشاكل شيء اسمه صبر أكو مع المشاكل شيء اسمه احتساب الأجر أكو مع المشاكل شيء اسمه مهارات التعامل مع المشاكل يعني إنت حيني ولدك هذا ولا بنتك إذا عندك مشاكل معاه تقطعين علاقتك معاه ولا ظلين تحاولين تصبرين عليه وتقاومين طيب هذا زوجش نفس الشيء فالشاهد من هذا ولذلك شوفه يعني واحد عمر 82 سنة والدنيا يعني دخل في معارك لما قال بس بهالدنيا بالأخير نطق نطق بحكمة في شون الواحد يتعامل مع المشكلات اللي تمر عليه سؤال قبل الأخير هل الزواج من مطلق بدون أطفال أفضل أم من أرمل عنده طفلين أسمعوا أقول لكم أم طلق أرمل عنده ياهل ما عنده ياهل أنا بالنسبة لي ما يفرق معي أنا يفرق معي شيء واحد هذا الرجل المطلق ولا الأرمل اللي متوفي زوجته عنده خلق الدين ولا ما عنده في تكافؤ بينه شو بينه ولا ما فيه مواصفاته جيدة ولا سيئة أخلاقه طيبة ولا ما هي جيدة بس تجاوبوني على هذا السؤال عنده ياهل ما عنده ياهل المطلق أرمل الظروف الاجتماعية هيتتغير هذه متغيرات أنا المهم عندي الإنسان نفسه وبالتالي أنا أتخذ قرار على الإنسان وليس على الظروف في فرق ها السؤال الأخير هل زواج الأعزب من مطلقة وعندها طفلة ينجح طبعا ينجح شو ما ينجح أكيد ينجح تبعا تلعصرون مثل هذاك اللي زوجته دخلت عليه بغرفة النوم ولفاتح الخزنة التجور يمطلع عقد الزواج وقعا تيقرأ صلا نص ساعة قالت له وش فيك انت شعلامك شو تشوف عقد الزواج قال قعا أدور تاريخ الانتهاء المأذون بس مو كاتب الله يهدي ينظار تعبان وما يبيكمل في هالزواج فهو العقد الوحيد في العالم العقد الوحيد في العالم اللي يكتب فيه تاريخ البداية اللي هو تاريخ الزواج ولا يكتب فيه تاريخ الانتهاء يعني عقد الإيجار تلقون فيه تاريخ بداية ونهاية عقد الاستصناع تلقون تاريخ بداية ونهاية عقد المبايعة تاريخ بداية ونهاية كل العقود في العالم كل العقود العقد واحد ولذلك الله عز وجل وصف هذا العقد بأنه ميثاقا غليظا تخيلوا رب العالمين يقول عنه غليظ الله يقول غليظ الله الله العظيم يصف هذا العقد وهذا الميثاق أنه غليظ ولذلك هذا العقد هو ليس بين طرفين لا العقد هذا بين الإنسان وبين ربه يعني المرأة قبل هذا العقد كانت حرام عليه صارت حلال شلي قلب الحرام حلال رب العالمين اللي قلب الحرام حلال كيف الله عز وجل قلب الحرام إلى حلال بالعقد ولذلك غليظ هذا العقد مسهل ولذلك ما في تاريخ انتهاء فإذن لما تيه الإخت تقول هل زواج الأعزب أو هو يقول هو رجل هل زواج الأعزب من مطلقة وعندها طفلة ينجح طبعا ينجح بس إنه يأكو مسائل أنت فكر بيها لأنها المطلقة الحضانة عندها في الطفل لما أنت تتزوجها معناتها ربما ربما حسب قوانين بلدك ربما طليقها يسحب حضانة الطفل انتبه وهنه يمكن الأم تتوتر فلازم الأم تكون على وعيه وعلى فهم وعلى درايه ويكون في تنسيق واتفاق بس حتى أنت ما تصير لك مشاكل كظروف اجتماعية ونسأل الله عز وجل لي وفقنا وإياكم إلى كل خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر